فجأة لقيت بيتي كله تدمر بنتي محبوسة بسبب فيديوهاتها اللي على التكتوك وانا متطلقة وقعدة ببيت امي كل ده بسببي انا انا عزة هقمدي 40 سنة ست بيتي وقعدة فاضية كل اللي بعمله ان قعدة يومي كله بتابع الجروبات النسائية اللي معظمنا فيها عشان كده تعال اقول لكم حكايتي في يوم عادي زي اي يوم لقيت صاحبتي بتكلمني في التليفون وبتقول لي هي يا بنتي انت مش متابعة اللي بيحصل في الجروبات اليومين دول ولا ايه قلت لها تابع ايه انا اخر اشوف الاخبار غير كده ما بعملش حاجة والله ما عرفش اين اللي بيحصل في الجروبات دي خالص قالتلي ده عالم تاني خالص انا هدخلك كل الجروبات اللي انا فيها وهتلاقي نفسك متابعة كل لايفات البلوجرز اصحاب الجروبات دي بالصراحة قلت اجرب واشوف الدنيا ماشي ازاي ولما دخلت الجروبات دي لقيت كل واحدة صاحبة جروب بتربس وبتتشيك وجوزها بيوديها في كل حتة بصراحة قلت النفسي خصر علي عمر ما محسن جوزي عطف علي هو اداني حتة زي دي ولا لبست لبس حلو زي ده طيب والله لانا طلب اردر بكل اللبس الحلو اللي بيعرضوه هو لا هيبقى لبس ولا خروجات وبدأت اطلب اردرات كل يوم التاني واتابع دي واشوف مشكلة فلانا مع علانة وانتغلت عن كل حاجة وفي يوم لقيت بنت زينا اللي عندها 16 سنة جات من المدرسة ولقيتها بتقول لي ازايك يا ماما وحستيني قوي قلت لها بعدم اهتمام وانت كمان يا زينا معلش يا زينا سيبيني دلوقتي عشان بتفرج على لايف لوحدة عايز اعرف هي بتلقح كلامها على مين قالت لي يا ماما نجعانا هو خضرتك ما عملتيش اكل قلت لها يا معلش يا حبيبتي عصلي انت اعمل اكل ادخلي اعمليلك اي صندويتش كده مع بال ما اعمل الاكل قالت لي حاضر يا ماما امري لله وبعد شوية جي جوزي من برا ولقاني مسك التليفون وقال لي ايه يا عزة مش هترحمي نفسك وتسيب التليفون ده شوية ده لو التليفون بينطق كان قالك بعيدي عني هقلت له بقولك ايه انا عملت الغداء هحضره لك وتسيبني بقى اركز عايز اشوف البلوجر دي بتعرض ايه عشان بصراحة ذوقها حلوة قوي في اللبس وبصراحة بقى انا نوية اطلب أوردر جديد لقيت جوزي زعقلي وقال لي لا بقى كده كتير ده رابع أوردر تطلبيه حرام عليك ايه المندوبين حفظوا عنويننا انا مش معايا فلوس الشهر ده عشان اتفحلك في حاجة تاني قلت له انا بزعق لأول مرة هاسمع بقى انا عايشة معاكم استحمل عدم اهتمامك بيه وسكتة لكن كمال هتبخل علي دي مش هتبقى عيشة لقيته اتصدم وقال لي بقى كده يا عزة انا مش مهتم بيكيه ماهو على يدك بعمل عشانكم اللي بيقدرني عليه ربنا على عموم شكرا يا بنت الناس واعتبري الأوردر الدفع عشان ما بقاش بخيل في نظرك وانا بصراحة زعلت قوي من نفسي ده اول مرة اعمل كده مع محسن وكل ده عشان أوردر بس عد الموضوع وبعد شهر المتابعاتي لكل الجروبات النسائية بقت قدمن في جروب كبير ومشهور وكنت بحب صحبة الجروب دي قوي ومن أشد متابعينها واتشغلت أكتر وأكتر طول الوقت مسك التليفون وانسيت بنتي اللي في سنة خطر اللي بقت كل ما بتحاول تتكلم معايا أتعصب عليها وقول لها هيمشي دلوقتي مش فضيالك وفي يوم لقيت زينة جاية بتقول يا ماما يا ماما لو سمحت عايزة قاعد أتكلم معاك شوية قلت لها بقادي عني يا زينة أنا مش فضيالك روحي شوفي مزاكرتك وكسرت بخطرها وقس بتاعت تدخل قددها وما فكرتش أسألها أنت كنت عايزة إيه وفي يوم جي محسن ولاقيته بيقول لي بقولك يا عزة أعملي حسابك إحنا هنروح عند أمي بكرة أصلك بقالك شهرين ما جتيش معايا تزوريها قلت له غازب عني يا محسن أصلا انت عارب بقى هناك مفيش ويفاي وأنا ببقى زهقانة معلش روحوا أنتو وأنا هبقى أجي معاك المرة الجاية لقيته بيقول لي لا يا ستي لو حجتك الوي فاي أنا هفتح لك نت من عندي وبعدين مش هتيجي يعني من كم ساعة قلت له طيب حاضر هاجي معاك ورحت عند حمادي وأنا شكل باين عليني متضايقة وكنت طول الوقت مسكت تليفون ومش بتكلم مع حمادي لقيتها قالت لي في أي عزة هو أنت متضايقة من مجيتك عندي ولا إيه قلت لها لا يا حمادي أنا بس بكلم أصحابي على النت قالت لي يعني هو لازم تكلميهم وانت قعد معنا لكم ساعة دول ما ردتش عليها لأني ما سمعتهاش أصلا كنت مركزة في الكتابة على التليفون ولقيتها قالت بسوط عالي المحسن بقول لك يا ابني ما تبقاش تجيب مراتك هنا تاني غزبا عنها أنا مش محتاجة منكم حاجة وربنا ما يحوجني لحد أبدا وبعد ما روحتنا ومحسن كنت طبعا متضايقة من كلام حمادي ولقيته قال لي أنت تغيرتي أو يا عزة أنا غلطان فعلا أن خليتك تيجي معايا وده مش هيتقرر تاني هقلت له براحتك يا محسن أنا من الأول ما كنتش عايزة أروح بصراحة بقى مامتك مش بتحبني وأنا قعدتي في البيت أحسن لي من أن أروح أسمع كلام ما بحبوش قال لي على فكرة أنت اللي تغيرتي وبقى كل اهتمامك التليفون والجروبات اللي أنت فيها وعد اليوم وأنا عملت نفسي من سمع الكلام محسن وفي يوم محسن كان متعصب قوي ولقيته بيندهلي وقال لي أنت يا ست هانم أنت فين قلت له في إي يا محسن بتزعق لي يا أخي أنا كنت بتكلم مع واحدة صاحبتي قال لي أنا ما بقيتش طيق لعيشها دي أنت مسكت تليفون 24 ساعة ودلوقتي الساعة سبعة الصبح في حد يتكلم ما أخد في وقت زي ده وبعدين دلوقتي أروح الشغل إزاي وما فيش ولا أميس ليا مخصول وافتكرت أني فعلا غسل كل الغسيل وما لحقتش أنشوره لإني كنت بتكلم مع أصحابي في شات الأدمن وانسيته خالص وقلت له معلش يا محسن حقك علي حكويلك الأميس ده دلوقتي على بال ما تاخد دص وتفتر هيكون جاهز ولقيته بيقول لي ده أنت حتى الفطر ما بقيتش تحضرية عزة على فكرة أنت هتدفعي تمن تضيع وقتك في الكلام الفايا الغداء وهتندمي وعدت الأيام وبقيت تحكي لصحابي على اللي محسن بيعملوا معايا سواء حلو أو وحش وفي مرة كنت بتكلم مع واحدة صاحبتي ولقيتها بتقول لي اسمعي عزة أنت عشان متسهلة مع جوزك فهو بيعمل معك كده ومخصصك طول الوقت بالزنب عشان أنت بتقولي الطيب ونعم إنما لما بطلت تبقى خدامة بقى يا عاملك كده قلت لها تقصدي إيه تقصدي أني لما ملقاش مني فايدة ظهر على حقيقته يا هيام قالت لي أيوة يا بنتي اسمعي كلامي وعودي يعمل حكته بنفسه أنا كنت بعمل كده مع جوزي كان بيجي من الشغل يحط هدومه في الغسالة والأكل يسخنه النفسه في المايكرويف خليكي نصحة وخليه يعتمد على نفسه وانت شوفي حياتك وهو يتخلي راجل يتحكم فيك هابدا يا عزة قلت لها صح انت عندك حق أنا هعمل كده ولما جي محسن من الشغل لقيت وقال لي يلا يا عزة حضري الأكل عشان أنا واقع من الجوع قلت له بمنتهى البرود وأنا مسكة الموبايل سخن الأكل في المايكرويف لنفسك بصلي وسكت ودخل سخن الأكل وبعد ما كان قال لي معلش يا حبيبتي ممكن تكويلي الهدوم اللي هلبسها بكرة قلت له كويها انت النفسك يا محسن أنا مش شغال عندك هقال لي هو فيه ايه بقى أنا كل ما اطلب منك حاجة تقوليلي عملها النفسك هو انت ما بتعمليش حاجة غير انك ماسكة تليفون هقلت له لو كان عاجبك يا محسن انت مش مشترين يا حبيبي هقال لي بس مدامة الأمور وصلت لي كده يبقى كل واحد يروح لحاله هقلت له بصوت عالي اعمل اللي انت عايزه انا ما يتلويش دراعي وكمان انا مش اخرج من بيتي انا هفضل هنا انا وبنتي واطلع عندك برا هقال لي بكل هدوء طبعا يا عزة همشي همشي بمنتهى الهدوء عشان اللي بنا كتير وهسيبك لحد ما تهدي ونشوف الدنيا هتمشي ازاي بعد كده وربنا يهديك ومحسن ساب البيت ساب ومشي وفضلت انا في البيت مسكة تليفون وبنتي في قدتها ما عرفش عنها اي حاجة وفي يوم كلمت واحد صاحبتي اسمها سامية وقلت لها انا بضحك تصدق انا اعملت زي ما هيام قالتلي مع محسن جوزي وخليته يسيب البيت ويمشي بصراحة ارتحت يا شيخة بدل ما هو كان كاتم على نفسي وكل شوية يقول لي انت مسكة تليفون ليه انت مش واخده بلك من بيتك ليه ولقيت سامية قالتلي وليه تعملي كده يا عزة على فكرة هيام مش كويسة عشان هي لو كويسة مش هتحردك انك تخريبي بيتك وقلت لها لا على فكرة هي فاهمة الرجالة صح هم عايزين الست تبقى قدامهم كده خدامة عندهم وما تعملش اي حاجة تانية لقيتها بتقول لي غلط يا عزة على فكرة انا مش بقولك تنسي نفسك انا بقولك بس خلصي شغل بيتك وشوف احتياجات بنتك وجوزك وبعدين مسكة تليفون براحتك الدنيا مش هتطير انا عشان بحبك بقولك اللي يرضي ضمير يا حبيبتي وعلى فكرة هيام مطلقة من ثلاث سنين واتطلقت برضو عشان مش مهتمية ببيتها ولا بجوزها وحياتها كانت بايزة تفتكري بقى ان ينفع تاخذي نصيحة منها بعد اللي عرفتي دلوقتي عنها قلت لها اهل حصل بقى يا سامية خلاص انا كلها كم يوم وهبقى صالح محسن قالت لي ماشي يا حبيبتي ربنا يسلح حالك ويهادي سرك وبعد يومين لقيت بنتي زينة بتكلمني من الاسم وبتقول لي الحقين يا ماما انا مقبودة علي في الاسم ومش عارفة اعمل ايه قلت لها اسم انت عملتي ايه زينة قولي انطعي قالت لي تعال يا ماما تعالي الحقيني ولما رحت لقيت محسن هناك وقلت له في ايه يا محسن ايه اللي حصل قال لي منك لله يا عزة انت السبب للبنت واصدخله ولقيت الزبط قال لي بنتك يا مدام بتنزل سوى لها بلبس مش كويس وبتعمل فيديوهات على التك توك وكل ستوري لها بتحرض على الفسق والفجور وللأسف هتتحبس اربع ايام على زمة التحقيق وبعدها هتتخول النيابة اتصدمت وقلت لأ بنتي بنتي ما تعملش كده لأ مستحيل وزينة قالتلي قبل ما تنزل الحجز انا اسفة بس يا ماما انا مفيش مرة احتكتلك ولاقيتك انا كل مرة كنت بقولك انا عايزة تكلم معاكي كنت بتزعقيلي وبتقوليني انك مش فاضية انا عملت كده غزبا عني يا ماما رد محسن وقاللي ليه ما تعملش كده مهنت السبب انت اللي ضيعت يومك كله على الجروبات واهتمتي بكل اللي بتتبعيه وانستي بيتك وبنتك وجوزك احنا في حياتك تخصيل حاصل ودي النتيجة هاسمعي يا عزة بعد اللي خصل البنت انا ما بقتش باقي عليك انت طالق واتطلقت وعشت بتعذبها بسبب ضايع بنتي ورميها في السجن رميها في السجن بسبب اهمالي كل حاجة رحت بقتي وبنتي وجوزي وعلى فكرة في الستات كتير قوي زي البولوجرات والجروبات واغطين كل وقتهم ونسيين عيالهم مجغولين بقال وقلنا ونسيين حياتهم عايشين في عالم افتراضي لوحدهم بعيد عن الواقع ودي كانت حكايتي عشان كده عايزة احضر كل ست من استخدام السوشيال ميديا الخاطئ مش غلط انك تسلق نفسك في وقت فراغك بس الغلط انك تيجي على بيتك وعالتك عشان شيء مش هيضف لك اي حاجة غير الخراب والسجن جوة تليفون